اهلا بكم في بيت الرب اهلا بكم موجودين او مشاهدين اهلا وسهلا بالجميع بصلي من كل قلبي انه في كل مرة نيجني اجتمع فيها مع بعض قلبي بيقول الرب زود عطشنا ليك يا رب زود عطشنا ليك زود جوعنا ليك وبالذات وحنا بنحكي وحنا بنتكلم وحنا بنسمعك وانتا بتكلمنا عن التغيير انا خايف مش عايز اقول كلمة خايف لا خلينا اقول خايف حريص حذر انه يعدي علينا موسم ربنا كان بيكلمنا فيه بوضوح علشان يعمل حاجة في حياتنا وبعد ما يخلص الموسم خلصت حاجات كتيرة كان هو عايز يعملها ومش هتتعاد تاني مش هتتعاد تاني وانا بصلي من كل قلب ان احنا ما نفقدش زمن افتقاد الله ما تفقدوش ما تفقدوش هو عنيه على حاجة هو قلبه على حاجة وبيعلم من بداية سنة انتو يا جماعة المؤمنين اللي موجودين في المكان ده موجودين في الشعب ده في الارض دي انا على قلبي اصنع معاكو حاجة انا على قلبي اني اغيركم وعايز اغيركم من الحتة اللي انتو وقفين فيها مهما كان الحتة اللي انتو وصل فيها ايه الحتة اللي انتو وصل فيها مجد يا عم مجد ما حصلش رائع جميل صحبنا بيقول ما تكتفيش بالحتة اللي انتو موجود فيها لان انا عايز انيلك من المجد ده لان فيه مجد ده احسن منه بكتير فيه حتة اكبر تاني فيه حتة انا هخليك فيها تختبرني تختبر جودي تختبر احساني وحتة تعرف فيها انت عايش ليه وعايش عشان ايه تعرف ان فيه قوة من روح القدوس موجودة في حياتك مع كل صباح جديد وانت نايم هذه القوة صهرانة عليك وشغالة بتكلمك بأحلام بتجهز ليك بتحرصك بترعاك انت بتحس انه فيه فاصل ما بين الليل والنهار الله ما عندوش فاصل ما بين النيل والنهار لانه لا ينعس ولا ولا ينام عينيه مفتوحة علي الاربعة وعشرين ساعة ده اللي مطمن قلبي ده اللي مريحني ده اللي مشجعني ده ان انا لو غفلت انا لو نمت انا لو مش واخد بالي هو واخد باله اربعة وعشرين ساعة هو مش موجود علشان يخدمني هو مش موجود بس عشان يخدم على حياتي هو مش موجود عشان انا في زن او انا في تعب وانا في دي او انا في مشقة وانا في محنة وانا في احتياج وانا عندي مشاكل هو مفروض يحل هالي هو حلال المشاكل وياما في ترانيم جميلة قديمة اسمها حلال المشاكل صانع السلام ده جزء منه لمحبيه لكن ده مش كل الحياة ده مش كل الحياة الحياة فيها حاجات اجمل واروع واحسن وافضل واعمق بكتير جدا لما بنمشي وبنصبط الموجة بتاعتنا على الموجة بتاعتهم لما قلوبنا بتيجي في كلمة واحدة كلمة واحدة كلمة واحدة كلمة واحدة هو ده مفتحنا اللي هنتكلم فيه اللي كلمة واحدة فقط والكلمة الكلمة مش محتاجة كلمة محتاجة فعلة والفعل هو اني عندي استعداد اني اطيع قول معي كده عندي استعداد اني بس خلاص كلنا لما بنعيه لا بلاش كلنا دي عشان احنا فيه من ناس مننا من نوع اللي هم كاره الطب زي حالاتي لكن لما لما الولد او البنت يتوجعوا اول حاجة بنفكر فيها هي ايه تروع الدكتور تروع الدكتور وانت بتروع عنده الدكتور لان الدكتور هيشخص المرض وعنده علاج للمرض رأيك ايه لو رحت للدكتور وقالك على المرض هو كذا وداك العلاج وانت خارج خدت العلاج ترى مينون انت صح مش عقل مش كده انا عايز اجابلك ببساطة خالص انه كم المرة كم المرات كم المرات التي لا تنتهي الرب بيشخص فيها في كل مرة انا باجي قدام الله في كل مرة انا بسمع في قضية في قصة في حاجة ربنا بيشاور عليها في حياتي يقولي ادي العلاج ادي العلاج اما تاخد الدواء او نجد مرة جاي ان شاء الله يكون في علاج احسن من كده شوية يعني بعلاج ماشي معي علاج ينفع مع حالتي كده مع مع ظروف يا بأنا مقتنع بيها اللي بحاول ربنا يعمل معانا من اول السنة انه شد حيلك شوية اعمل ايه شد حيلك شوية اعرف انه النعمة الغامرة اللي عند الله النعمة المتفاضلة هذه النعمة موجودة ليك لكن انت محتاج انك تتحرك تتجاوب مع هذه النعمة سنرى مقطعين بسرعة من كلمة الله الليلة انا بيحل سباحك على التغيير الليلة هنتكلم عن فعل الايمان والتغيير مش الايمان هنتكلم عن ايه فعل الايمان والتغيير تغيير عبرانين اصحاح 11 مرة تاني انا من ضمن حاجاتي ان شاء الله قبل ما عيني تغمط واروح للرب نفسي احصل على كتاب مؤدس من غير اصحاحات ومن غير شواهد كلنا عارفين انه اصحاح 11 ده اصحاح الايمان لكن اصحاح 11 ما بيبتديش من اعداد واحد روح معي كده العدد 35 في اصحاح 10 اصحاح 10 عدد 35 وقبل 35 بيقول جماعة كترخيركم ان انتوا رضيتم سلب اموالكم به بفرح كامل كده الكلمة عدد 34 لانكم رثيتم لقيودي ايضا وقبلتم سلوا ابوالكم به بفرح عالمين في انفسكم ان لكم مالا افضل في السماوات و بناء على ده ان فلوسهم اتسلبت وهم فرحانين كتب الباقي كله حد قالك على قصة دي قبل كده اهو 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 الصبر حتى اذا صنعتم مشيئة الله تنالونه قول معي حتى اذا صنعتم مشيئة الله ولو ما صنعتوش بس خلاص ماشي نكمل لانه بعد قليل جدا سيأتي الاتي ولا يبطئ اما البار فبالايمان يحيى وان ارتده لا تصر به نفس ان رجع عن ايمانه نفسي مش مصرورة به و اما نحن فلسنا من الارتداد للهلك بل من الايمان لحاجة تانية بقى ايه هي لاقتناء النفس طيب احنا من الايمان لاقتناء النفس وبعدين و اما الايمان خلينا اشرحولك بقى هنا بيقول خلينا اشرح لك الايمان هو ايه الا نقصده بكلمة ايمان و اما الايمان فهو الثقة بما يرجى والاقان بامور لا ترى فانه في هذا شهد للقدماء شهد بايه بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر بالايمان قدم هبيل الله ذبيحة افضل بالايمان بالايمان هتفضل في الاصحاح لغاية نهايته هو بيقول بالايمان 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 نوح خافة فبنا بالايمان موسى اطاع بالايمان ابراهيم اطاع بالايمان ما هو هذا الايمان ببساطة كده الناس دي اخذت موقف وخطو ليس الإيمان اللي هو التعزيات دمعي ليس الإيمان اللي هو أن أنت يعني عندي إيمان لا لا في حاجة قدامي الحاجة اللي قدامي تطلبت مني إن أنا آخذ موقف كرد فعل لله بيصنع أو بيدعوني إليه تعالى رسالة رسالة يعقوب الرسالة لبعد العبرانيم وشرة رسالة يعقوب الأصحاح الثاني صفحة 307 من عدد 14 بتقول كلبة الله ما المنفع يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له ممكن نحط كلمة تانية وتقبلها من الليلة أفعال ينفع كده خلاص عشان نتصالح مع بعض وليس له أفعال ما فيش حاجة بتوضح ولا تظهر هذا الإيمان هل يقدر الإيمان أن يخلصه إن كان أخ وأخت عريانين ومعتزين للقوت اليومية فقال لهما أحدكم امضي بسلام دا إيمان إعلنها كده على حياته امضي ما ينفعش الإعلان على حياته أنك امضي بسلام واستدفئ واشبع ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أفعال ميت في ذاته لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أفعال أرني إيمانك بدون أفعالك وأنا أريك بأفعالي إيماني أنت تؤمن أن الله واحد حسناً تفعل والشياطين بيعملوا حاجة أزيد مني ومنك إحنا بنؤمن هم بيقشعرهم ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أفعال ميت ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالإيه بفعل هو عمله بالأفعال إذ قدم إسحاق ابنه على المسبح فنرى أن الإيمان عمل مع أفعاله أنا باتخدم الكلمة اللي بحطها دلوقتي وبالأفعال أكمل الإيمان وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعيا خليل الله ترون إذن أنه بالأفعال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده مش بالإعلان بس الإيمان هنا اللي هو مجرد إعلان أنت بتعلم بس عشان اللي هو مبني على روح قلو استدفئ مش مجرد كلمات لكن في فعل كذلك رحاب الزني أيضاً أما تبررت بالأفعال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضاً بدون أعمال أو أفعال ميت عندك إيمان بس ميت إيمانك لأنه ما عندوش فعل الحدوثة بتاعتي الليلة عن فعل الإيمان وإزاي فعل الإيمان مطلوب للعب عشان أتغير من لوازم التغيير في حياتنا أن يكون لدينا إيمان خلينا أقولها جيبهم مع بعض إيمان فعل إيمان فعل الإيمان شغال إيمان موجود عندي وبيتحرك واضح في صورة الأفعال اللي موجودة عندي واضح في صورة طاعة اللي الرب بيعملون لأن حياتنا مليانة بالتجارب مليانة بالظروف وعندنا مشاعر سلبية من كتر الحاجات اللي هي فوق وتحت عندنا إحباطات عندنا فشل عندنا خيبة أمل في حاجات كثيرة في الحياة عندك توقعات والتوقعات دي ما بتحصلش سبب إنها ما بتحصل سداني بقى عندي إيمان كده فاتل وقت إنها ستحصل وبعدين ما حصلتش فلما ما حصلتش مش يدار مدخلك شر لما ما حصلتش بقع من عشر دور بروح متكسر وعندي مرارة وعندي ألم وعندي شكوك وخايف أجرب الحدوثة دي مرة تاني وأدخل فيها في ناس كثيرة مننا في ناس كثيرة من من اللي يطلق عليهم مؤمنين في كل مكان في العالم عندهم إحباط من الله عندنا عندهم إحباط من الله لا زي ربنا صالح طبعا عندنا إحباط من الله نجيب من الآخر بس لكي تعرف تتعامل لكي تشخص مرضك صح لكي تأخذ العلاج الصح لكي تشخص مرضك صح عندي إحباط من الله طبعا عندي إحباط عندي إحباط من أوقات كثيرة مش فهمه أوقات كثيرة مش سمعه طب سيبك من فهمه سمعه الحاجات دي اللي بتاعت المدروشين ومؤمنين بليش مش مش قصة دي أوقات كثيرة نفس عيش الجدع الأسيس بيقول عليه ده كل أسبوع ولا أنا بسمعه مش قادر يا جدع مش قادر ما عنديش طاقة ما عنديش مجهود ما عندي الحلو الكلام لما سمعه الله يا زبدة يا جبعة كلام جميل لما أجي أعمل ده عن نفسه طبقه في حياتي مش موجود في سد في حاجز في مانع وده بيزود إحباطي بيزود فشلي أكتر نفسي في أمور تتغير صح ولا مصح نفسي في أمور تتغير أمور تتغير حواليه ونفسي أمور تتغير في ناس حواليه آه يا جدع لو تتغير بس في ناس تتغير حواليه يا سلام يا سلام لو ناس تتغير ولي بيحصل من الوقت بيعدي بيتغيروا بس ما بيتغيروش للأفضل كلمك لحدة تعرفه أين أكفى عنها يا كده وأنا محبط حيران واروح لي واروح لي مين غيرك ده لو جيت يعني لو جيت لها أنا بتكلم لوقتي على أنا فرضية أن أنا راجل مؤمن وأن أنا راجل بحب الرب وأن أنا عايزة أمش معاه وأن أنا راجل خادم وأن راجل أنا عندي قيم وعندي مبادئ وعندي حاجات أنا متمسك بيها بس في الجانب تحت الجلد كده في زعزعة في حاجة خضاني في منتجات طلع مني نمشام هي طلع لي مع أنه مفروض أن أنا مفروض أن أنا سمري بيطلع حاجة مختلفة لكن بكون متعجب منه طيب مع الوقت مع الوقت أنا بقيت أدرك أنه إحنا كمؤمنين لا تتكلم عن المؤمنين في أي حتة علينا إحنا هنا خلاص ما تكلمش بتتكلم على حد أنا بتتكلم كلمك في وشك عيني عينك في المراية اللي أنا شايفها وشايف فيها نفسي ما شايف فيها حد تاني من الناس عندنا نوعين النوع الأولاني مؤمنين يعني ناس عندها إحباط ومرتدين عن حاجات كثيرة في الإيمان أخبارك أمي ليه فينك أعرف اللي هو الصمت أبلغ من الكلام مش قادر أنطق مش قادر أقول مش قادر أحكي عندي حاجات كثيرة في حاجات كثيرة فأنا مقفول أنا مسدود وأنا مش قادر أكمل مش قادر أخذ حاجة النوعية دي من الناس في منهم اللي عنده جرأة في منهم اللي عنده جرأة سد قربت ترمية في منهم اللي عنده جرأة وبيقف يتخانق يعني يقف ربنا يتخانق فيه ده لسه عشمان فيه خد بلك بيتخانق فيه ويخبط ومش حسيبك ومش عامل لك أنا مش فاهم ويالحكاية وليه وعشان ايه وابن الفلان وابن الله لسه بيعافر في ناس تانية حاشة لله عز وجل إنه يولام فبعمل إيه ما ولازم حد يولام نحن عدي القصة كده مغرب حد يولام فلازم حد إيه يولام فألوم شريك حياتي ألوم الناس ألوم الكنيسة ألوم مديري في العمل ألوم الظروف السوداء الدنيا الهباب البلد اللي مش عارف إيه كم الشكوى والشكاية اللي جواي لأني مش شايف لأني فيه إحباط دفين جوا أحبائي نفسر لكم على حاجة كثيرين منا نعاني على مدار الأسبوع الواحد مش على مدار السنين على مدار الأسبوع الواحد ما من أحد منا إلا ويصاب بنوع معين من الاكتئابة دركته مختلفة عن الأخر طيب تعبون بالدعي مش عارف إلي بيحصل لي عايزا في حاجة بتفكي في 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 نفسياتنا وفي أرواحنا لو ما فيش اتساع لعمل كلمة الله وإن أنا متشبس بي في حد مستني في الهوى بس يشوف كلمة يشوف حاجة طلعة مني يشوف اتجاه قلب يشوف تفكير ويرمي زبالته علي أنا مش من الناس دي حد يقولي أنا مش من الناس دي طيب أقول لك على الناس التانية لأنا شايفهم ناس بقى تانية مكملة بقوة الدفع زمان عندنا في مصر أغلب بطاريات العربيات نايمة فتوقف تقولي زاقة زاقة الله خليك كل العربيات مش عربيات أوتوماتيك العربيات لو أنت بتعرفش تزاقها ما تنفعش عربيات كلها شفت مانوالي باليد فتروح جايب على التاني وصح خلاص ورجلك على بنزين ورجلك على الدبرياش وتروح رفع مرة واحدة تروح لقطة أو الشباب يزقوك زقوك 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 لغاية لما تيجي على على منزل يا سلام خلاص ويسبوك بقى مع نفسك فأنت تعمل إيه لو لقطت خير وبركة لو ما لقطتش في مننا اللي بيقولوا زاقة وكتير مننا ما بيطلبوش زاقة طلباش أنا رجل خادم أنا مسؤول عن خدمة حلم بلاز في الله أنا معلم أنا أنا خبتي أكتر لأن عملا داري على نفسي والحقيقة بتقول أن أنا ضعفان وواقف وموجوع ومكمل بس مش عارف إمتا مش عارف إمتا أخر حد أخر مرة تزقيت أخر مرة كنت على منزل كان إمتا بس أنا مكملة هو نروح لاجتماعات ونروح اللجان ونروح الحبشتكنات ونروح مش عارف إيه لينا صورة الطاقة تعالوا نصلي قبل الاجتماع جماعة أربحنا بنشكرك عشان الله صلوات صدقة من القلب ما لها شفاء عليها سامحوني ما لها شفاء عليها أبعد من فمي مش طلعة مش مقصرة في حاجة ما فاش قوة ما فالسلطان ما فاش حاجة بتغير في مش حاسس بالحماس من تاني مش حاسس بالسلطان من تاني مش حاسس أن فيه قدرة داخلية جواي في ناس بكمل عشان الحرج عشان بس المنظر العام يعني الشكل والراضي الاجتماعي يعني رتابة حياة ملامح مؤين ذكريات مقاتل قديم كل هذه عنوان أفلام نزلها ورايف في السوء إن شاء الله معلومات كتابية عميقة وفاضية عميقة وفاضية ليه واحد أسيس الله يمسي بالخير ما عرفش ويتفرج على هذه الأشياء ويتفرجش عليه ولكن لما يكون موجودين في حتة والأخ الذي يشارك بالكلمة يطلع الرسالة مهيسة منه يعني ضربة مش حسب كلمة الله فهو يقول لي عميق فأفهم إنه مش عايز يشتكي عليه لكن بيقول حاجة إنه وإحنا مليانين عمق على فكرة مليانين عمق أوقات كتيرة حاجة عميقة جوانا تدوس علي مليان معلومات تدوس على حاجة تخص قناعاتي وطيفتي أكلك تعرف يعني أكلك؟ أقطعك حتة تخطي بقى لك وأنت مش عايزة بحاجة أو لا طب تعال نصلي مع بعض مش حاضر يمكن في ناس كتيرة مننا عايشة بجرح وعايشة بألم عايشة بخوف عايشة بشكوى عايشة بأنين وفي ناس عايشة بالمسكنات والمخدرات الروحية وما أكثرها ده مش وقت إن أنا أتكلم على المخدرات الروحية اللي بتسكني عشان أحس أن أنا كويس اللي بتسكني عشان أحس بأنه يعني ماشي الحال وحسب متطلبات الله وحسب اللي بيعايزوا مني يعني بص هي أخيرة كده هي أخيرة ما تجيبش أحسن من كده ما تجيبش أفضل من كده بأي شكل من الأشكال النوع الثاني اللي أنا بحكي عنه أنا مش عايزة تواجه حتى مع نفسي عارف أن لو قادر أتواجه مع نفسي حادر أتواجه مع حاجات كتيرة في الحياة وأنا نعرف ناس كتيرة قريبين جدا 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 شوفهم أعرفهم أتلامس معهم مشكلتهم الحقيقية بأنه مش عايزة يتواجه مع مع نفسه أنا أقول هي دي الحقيقة هي دي المشكلة وأقر أن دي المشكلة وأقر أنه ربما هناك حلول عند الله ممكن يدهاني عشان أتحرك بيها علشان يطلعني من اللي أنا فيه أنا مش قادر أني أتواجه مع نفسي أنا مش عايز أنا لا أرغب في أني أعطي الروح القدس فرصة أنه يوصل للجزور الكنسر ما بيتعليكش بأسبرين هلو الكنسر حكيت لكم لما ظهر يتكسر في الجيش حكيت لكم سيدون فيه ناس فاكرة بس فيه ناس مش فاكرة أحكي لكم الحكاية دي تاني وأنا في الجيش كنا بنحفر بمعدات كده بدائية جدا فأنا طبعا عشان أسيس الكل يعني علي فبقى أشتغل بزمة يعني أشتغل بزمة بتاع بلاد وأصلي يعني فبقى أشتغل في زمة دب 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 فمرة بخبط فكل صخر صخر فكل تأثير الضربة دي طلع في ظهري فرح متكون بس وصوتوا شلوني جابوني وحطوني وعربية بقى في وسط الجبل دب 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 وأخذوا معي واحد عندهم في الوانزة فأنا عمالة صوت وده عمالة صوت هو مسك إيده كده مش عارف بمنديله ولا بإيه وأنا عمالة صوت من العربية العمالة تخبط فيها وبصوت من ظهري سويت رحنا للدكتور إحنا الاتنين خدنا بنادول ولا أسبرين ما عرفش كان اسمه إيه في مصر حاجة كده يعني ريفو مرات كتيرة ما ينفعكش ريفو ما ينفعش الحاجة بتاعت الحاجات السطحية فيه حاجة في العمق والحاجة اللي في العمق محتاجة أوقات أي دكتور عندنا في في الغرب لما نروح العرب شطار ليه لأنه البني آدم هنا مش غالي كتير خلاص فلا ده أنت عندك كذا وأصلك كذا ويدوس فيك وياخد ويده وأخرتها إيه يعني موت خطأ مش هيحصل حاجة والأعمار بيد الله زي ما أنتو عارفين خلصت الحدود هناك بقى هناك بقى أي حد يرفع أي حد يرفع حاجة عشان يوصل لقرار إحنا روحيا ما ينفعش مرات الدنيا يمشي معاك أنت محتاج تيجي لروح الله اللي مكتوب عنه يفحص حتى أوه اللي بيفحص أعماق الله موجود عشان يفحصني واختبرني يا الله اديني فرصة حبيب يعني أنا أنا بقول له اختبرني يا الله أنا بحس الرد يقول لي إيه اديني فرصة اديني فرصة اختبرك اديني فرصة افحصك اديني فرصة أطلع اللي جوا أنا مش هطلع الجواك عشان أعيرك بي أنا مش هطلع الجواك عشان أقولك أنين تسود للدرجات دي أنا مش هطلع الجواك عشان أقولك أنا صعبان علي وأخذ على خطري منك أنا هطلع الجواك عشان تديني فرصة أوريلك عظمتي وأنا بشفيك وبغيرك وبحررك منه لما يكون عندك استعداد للطاعة فعل الإيمان لازم للتغيير في ناس بتتغير بسبب فعل الإيمان أي إيمان؟ يعقوب يقول الشياطين يؤمنون ما الشياطين بتؤمن والشياطين هتكون من ضمن الكائنات اللي كل لسان وكل رجبة حينحني ويعترف أن يسوع هو ابن الله الحي لكن الشياطين ما عندهمش إعلان بس يقفوا عند الإعلان بس لكن ما فيش فعل الإيمان في الطاعة اللي يفرق ما بيني وبينك اللي بيقولوا هنا الرسول يا عقوب أنه الإيمان مش أن أنت تعلن على حد تقوله مع احترامي الجديد جدا وثقتي وممارستي لهذا الأمر أنك تعلن بإيمان الإعلان بالإيمان غير كافي غير كافي غير كافي أن أشوف حد محتاج وقوله إيه الرب هيبركك أنا أصلي عليك باسم الرب يسوع وأتنبأ كده أنك تدفى النهاردة وأتدبأ كده أن ربنا يديك نعمة أنك تنام شبعان الليلة في واحد رجل زمان وأنا صغير في الإيمان أعلمني درس قال لما تشوف احتياج قدامك تسأل سؤالين للرب نمرة واحد عايزني أشارك في الاحتياج ده نمرة اثنين لو قال لك آه مش مهم تشارك بكام مش مهم مش مهم المهم أنه فيه احتياج فأنت بتعمل بتاخد خطوة إيجابية بإيمان مش محتاج أن أنا صلي مش محتاج أن أنا أرى محتاج أن أعمل فعل ل... ما هو الإيمان ما هو الإيمان الإيمان اللي بيشرحه هنا كاتب العفراني بيقول أما الإيمان فهو الثقة بما يرجع والإيقان بأمور لا ترى الثقة بما يرجع والإيقان بأمور لا ترى إن عندي يقين وعندي إيمان أن الواقع الذي أراه اليوم سيتغير سيتغير مش قصة أن أنا عندي شوية مشاعر أني مسدق أنا باخد فعل إيمان أنا باخد خطوة للإيمان معلنة في الطاعة إلا أنا بطيع بيها الرب في كلمته وأنا أقول له أنا مسدق في اللي جاي أنا مش شايفه أنا مش شايف اللي جاي أنا مش عارف بكرة فيه إيه والشرير دايما يقول لي تفتكر بكرة حيكون أحسن إيه من النهاردة وإنبارح ما هي نفس الخبرة ونفس البني أدمين ربنا عينزلك ملاك من السماء ما هو زي ما ده حيحصل له إيه يعني لو ده إيمانك ما تعرفش تصلي لو ده اللي جوه قلبك ما تعرفش تاخد خطوة أنا أثق بالإله الذي يحيي الموتة ويدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها إيه هو ده إيماني إيماني إن أنا مسدق فيك ومستزديقي فيك بيخليني لسه أاجي أصلي بيخليني لسه أاجي أطلب بيخليني لسه ماشي معاك السكة والطريق ماسك فيك لأنك حتكمل فيها يا رب فعل الإيمان اللي إحنا محتاجينه النهاردة باختصار شديد جداً إنه مهما كانت الظلمة لسه هناك إمكانية لوجوده النور حد يرد علي ويقول أمين الإيمان اللي أنا محتاجه النهاردة وفعل الإيمان إنه مهما كان المستحيلة لسه عندي إلهي اسمه إله المستحيلات شايف إيمانكو عالي جداً يا روح الله علمني قول معي يا روح الله علمني وأنا حاول أربع حاجات أنا بصليهم من قلبي لنفسي أنا بقول فيهم لروح الله علمني أقول الصدق في المسيح يسوع هذه الكلمات أنا كتبها لنفسي تحب تشترك معي اشترك معي تضيف حاجات من عندك بقولي ربنا أضاف لك إيه ساعدني إني أتعلم معك الحاجة باللينة اللي بقولها الربنا علمني أصبر برجاء رغم مرور الوقت علمني آه الوقت والزمن لما بيعدي وأنا مستني موسم أنا مستني حاجة أنا مستني أيوة أهو دلعتي نشدين ربنا 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 نتكلم فيه كده باب يتفتح خليني آه و ساعدني لشان أنا اللي أنت مكلمني فيه ولا أنا نفسي قدامك إني أشوفه وألمسه أنا محتاج إلى إلى الصبر لكل شي تحت السماوات وارحمني من إني أكون مستعجل وارحمني من إني أكون متباطئ في نفس الوقت يا ربنا مرات أنا مستعجل فعايز أقطفها قبل ما تستوي ومرات تانية متباطئ هي أثمرت وطلعت وجابت وفضلت على الشجر لغاية لما نشفت وعفنت وعد ساعدني ساعدني أمشي معاك في توقيتك اللي أنت بتتحرك فيه ساعدني ما يكونش جوا قلبي زي ما كان الشعب بيبكي في قرمية ويقول مضى الصيف انتهى الحصاد ونحن لم نخلص كل اللي تقال عليه كل اللي تكلم بيه ربنا كل الموعيد اللي تحطت بحصلش منها ولا حاجة أنا محتاج النهاردة أني أتشجع بيك مرة تانية أنا محتاج النهاردة أنه الكلمة اللي موجودة وانت بتقولها في الشعياء تطبق على حياتي يا رب تتلامس معايا وعلى أعماقي معاك معاك تامو دس شعي 40 خلينا أقول لك الكلمات اللي لمس قلبي 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 اللي شعي 40 صفحة 773 عدد 27 بيقول لماذا تقول يا يعقوب وخد بالك تقول وإيه لا ارفع صوتك معايا تقول وخد بالك وحكنا الكلام ده بيعمل فينا ايه تقول وتتكلم يا اسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب وفاته حق ايه حق ايه فين حق ايه فين حق ايه فين حق ايه قدام الظلم اللي بيحصل فيا فين حق ايه وفاته حقي ايه اما عرفت ام لم تسمع بايه اله الدهر خالق اطراف الارض لا يكل ولا يعيا ليس عن فهمه انا مش عارف هو مستني ليه انا مش عارف هو مطول باله ليه انا مش عارف هو لعبها في الشكة دي ليه بس انا عندي فهم مستنارة انه هو اله الظهر خالق اطراف الارض لا يكل ولا يعيا اللي متعب بقى في السكة واقع منه يعطي المعي قدرة ولا عديم القوة هيعمل ايه هيكثر الشدة الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان اللي هم فيهم صحة يتعثرون تعصرة واما قول معايا واما يا عمى قول معايا واما الله يخليك واما مين منتظر الرب ما لهم يجددون ايوة القوة هتوصل في حتة في الحتة وخلاص مفستك مخستع مش قادر محبط يجددون قوة يرفعون اجنحة كانوا الصوت امتى النسر بيرفع جناحاته لما تيجي الريح هيعلمني قادر يغير المود بتاعي ابقى زي النسر مستني العواصف تيجي بدل مع مالة سب والعن واشتكي واختبي من العواصف لا لان قوتي تجددت من جوة رافع ايدي بفخر وبعال انت يا صاحب الوعد بتضمن انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايام فيك انك تصنع للي فعلا حط رجاء ايام فيك ابدا قوله على مهلك ابدا 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 اعلانك وقلبك لسه في اله بيقول انا اجدد مثل النفس شبابك منتظر الرب اللي مستنيينه في العهد الجديد ليس لقي ولا مرة كلمة منتظر الرب اللي مستنيه في ازمة اللي مستنيه في ضيقة اللي مستنيه في معنة مش موجود الكلام ده الانتظار الوحيد اللي موجود في كلمة الله منتظرين وطالبين سرعة مجيء رب هو ده الانتظار انا منتظر لكن في العهد الجديد في حاجة اجمل من قصة انتظار عارف اسمها ايه رجاء انا عندي رجاء ما هو الرجاء الرجاء هو يا ايمان متيقن انه مهما كان لسه فيه امل لسه فيه امل لانه الشمس لسه بتشرق مع الضلمة والدنيا شايف ضلي وضلي بيقول انه لسه فيه شمس حتى لو كانت الغيمة موجودة وحتشرق فيه من الايام ولو ما اشرقتش ولليوم اللي تشرق فيه انا مستنيك برجاء وامل انك تديني قوة وتديني نعمة اعرف اكمل بيها المشوار وقدي لك مجد يا رب رمية 15-13 بتقول كلمة الله وليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام ليملأكم اجاه الرجاء كل سرور وسلام قول معاه وليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان فعل الايمان فعل الايمان يجيب جوايا سرور وسلام فعل ان افعل مشيئتك يا الهي اه طبعا طبعا فيه سرور فيه شبع جوا الروح القدس يطبطب عليك ويقولك شطور ولدي جدع حبيبي شطورة بدي وانت بتطيع يا ابوك وانت جاي من قلبك بتعمل ده رغم دمعتك رغم حزنك رغم انت جيت على نفسك رغم انت جرحت رغم انت تقلم لكن خط خطوة اللي بيقولك روح الله انك تعملها فيه حاجة بتطيب قلبك بتجيب مصرة جوا قلبك والروح القدس هو اللي بيكون مدها لك علمني اصبر برجاء رغم مرور الوقت الحاجة التانية اللي انا بطلبها منك اللي لا يا رب علمني انا محتاجة اتعلم ده لانه ده صعب قوي 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 علمني اسبح ضد الطيار علمني اسبح ضد الطيار لما تقعد في وسط جماعة فشلانين اللي بتحسوا جماعة محبطين اخبار مزعجة من كل جانب انت بقى الفلفوت اللي طالع في وسطيهم لا في منظر غير اختت ليه انت عرفها بحاجة شوف الدنيا وشوف المنظر شوف الحياة وشوف انك تسبح ضد الطيار الطيار شديد وقاسي جدا وهو قال عن قطيعه انه قطيع صغير الناس اللي عيش بفعل الايمان الحقيقي ناس قليلة ومحتاجة نعمة جدا من روح الله القدوس وكلمة الله اللي بتتغرس فيهم يعرف ازاي رغم الطيار كل حاجة جاي عليه يعرف يعمل ايه يسبح ضد الطيارة ضد القوانين اللي حطتها الناس وحطتها العالم والدنيا ماشية كده والدنيا بتعمل كده اقول لك الحاجة مع تكرار الشيء وكترته من الخطأ انت لما تعمل الصح تحس ان أنت اللي شاش هلو حس ان انت اللي شاش انا اللي فيها حاجة غلط من الناس كلها عيشة كده يااخي من الناس كلها 皆さん يetta مشية بنفس السكة وبنفس الطريقة هي دي الطريقة اللي بتوصلنا دي الطريقة اللي بحل بيها المشاكل دي الطريقة اللي انا بكسب بيها اديني نعمة اصبح ضد الطيار اديني نعمة بفاهم ان ده طيار حييجي في يوم من الأيام حياكلني الديني نعمة إن لو عملت زي السمكة اللي مشي مع كل الطيار مش هعرف عيش إن الذين يريدون يعيشون بالطقوة في المسيح يسوع مالهم يضطهدون لأجل قناعتهم لأجل مبادئهم ولأجل طرقهم اللي هم ماشيين فيها حتى رمز كان بيقول لنا أكتر من مرة مرتين قالوا وبيقولوا التسبيح عايزين نعلانها كده ونقول وهم غلبوا ويهي كمان ليه ما بنقولش التالتة مش في حسابنا مش في حسابنا إحنا بنقول وهم غلبوا بدأ من الخروط ده مش بتاعنا ده بتاعه هو هو اللي عمل ده والخروط ده بتاعه هو وبكلمة أهو يا عم حنتفضل عليكم ونعمل ايه نشهد نتكلمه وننطق نقول التالتة ما بتتقلش ليه بدور في كل ترنيمنا العربية على ترنيمة واحدة بتقول لم يحبوا حياتهم حتى الموت مش لايه مش لايه لم يحبوا حياتهم حتى عارف لو حموت كده لو حموت كده أشرف لي أموت أنا وعيالي كده ولا عيش عيوك حد يقولها للوية حد يقول أي حاجة حد يعمل أي شيء أنا مش هعيش عيوك أترجاك في المسيح يا عرب موتني قبل ما تعيوك التشني قبل ما امشي مع الطيار زي ما هو ماشي وساحب كل الناس والمؤمنين حطين إيديهم في المباب ورفعين إيديهم بيسباحوا الله عشان الدنيا ماشية معهم ومتبركين آخر حلاو يا مصبتي ساعدني أسبح ضد الطيار ساعدني في وسط الكلام السلب اللي بيتقال من هنا وهناك وداني ما تبقاش الزبالة اللي كل واحد بيرمي فيها عفنو وأنا وقف ساكت صامت سامحني وسامح انطق قول حاجة انطقها جواك اتحرك بيها جواك هذا القلام مش مقبول بالنسبالي أنا مش حمش فيه أنا لي مبادئ اسمها مبادئ الملكوت أنا حعيش بيها وأموت بيها إنعيشت فللرب أعيش وينمت فللرب أموت نفسي أوصل للتحدي مرة تاني في حياتي وفي حياتك عد علينا أوقات كان اللي بنختاره حيا أو موت رح رحتي يا كنيسة تزددتي في العزة يا كنيسة ما فيش مشاكل من هنا ولا حاجة حاجة تهدد حياتك أخونا أميرا مبارح بيحط ديفديهات لعونية قديمة بتاعت السنين فاتت شفت احتفالات احتفالات بحيا أو موت احتفالات بخطوات ربنا أنقصنا فيها ورانا فيها إكرام وبعد ما شقه بعد ألم وبعد اضطهاد وبعد واجع وأنا بقول فين فين الأيام دي أقول لكم على حاجة أنا كنت بصليها الأسبوع اللي فات أنا كنت بقول للرب أنا خايف لنكون أنا والكنيسة ملمومين على نفسنا وقفلين الباب وشغلين تسبيح وتهليل وترنيم وأنا بصليها وأنا بقول للرب حاجة أقول لك الكلام ده لي يصدقني لي وش لحد يتقاني وده الرب حاجة يتعمل حاجة يتاخدني يتموتني لأن أنا مليت وتعبت اعمل حاجة اعمل حاجة اعمل حاجة لو أنا مش عاجبك شلني لو أنا معطلك أنك تعمل حاجة مع شعبك شلني غيرني لكن ارجع احي كلمتك بسلطان من تاني يا رب وحضورك ومحبتك يملانة كما لم نراه من قبل يا رب عشان نتغير ونتحرك وعشان بدل ما احنا مهمومين ومضربين بشتتنا وببيوتنا وبأمرضنا واللي بيحصل في حاجة تفوقني من تاني في حاجة تشيلني السلاح من تاني في حاجة تخليني اتفضل من الحاجات الفرغة ومن هي عملتلي وهو عملي وهو سويت لك وعلى الله نفسكش تروح مديله في كوعه نفسكش تروح مديله في سنانه انا مش بقى عزدي حد في سناني انا عزدي انا في سناني كفاية كلام من ده كفاية شكاوي من ده كفاية كان واحد لسه عنده طاقات وعنده مواهب من الرب يسوع لسه العمر قدامك اللي فاضل انا مش عارف فاضل قدي لسه كنت بحكي انا عمراتي النهاردة مش عارفين في العمر فاضل قدي ولو حصل اللي حصل ايه اللي حيحصل بس عايز حاجة لو انا خلصت السبق النهاردة اعف قدامه واقول له العمل اللي وكلتني عليه انا كملته يا رب قول معايا ساعدني اسبح ضد الطيار ساعدني اصبح ضد الطيار كتاب مليان كتاب مليان مليان بالناس اللي مش ضد الطيار كان فيه واحد مفلوق مفلوق من يومه مفلوق شلول رباعي وفيه اربعة صحابه عكس الواقع عكس اللي بيكون سبح وضد الطيار حتى كان فيه زحمة من الناس ناس زحمة زحمة عم تراح فين ورجل يعني الرجل هيقع منكم الرجل خد بلك منه قوعها قوعها طلعوا لي فوق طلعها مش عايف طلعوه ازاي النسى عندي الحلم القديم ده ما عاوني نصور بطلعينو ازاي طلعينو ازاي طلعوا على الصور ازاي ونقبو ازاي ونزلو الكلمة لايست تقول ايه فلما رأى يسوع ايه ده هو الإيمان بيرى ايه اللي شافوا الرب يسوع هنا فعل الإيمان فعل اللي شافوا الرب يسوع ان الجماعة ذول عندهم فعل هو ده اللي حيشفيك يلا اسمع هو ده اللي حشان خطرك حنعمل أي حاجة مجنونة رغم أن الناس زقونا رغم أن الناس شدونا رغم أن قالوا لنا مستحيل تدخلوا جوه إحنا حنوجد قوي سكة علشان نوصلك هناك لما لقى الرب يسوع وده شاف عارف قال له إيه خفونا لك خطيئك اللي حجزك واللي منعك واللي وقفك إنك تكون في هذا الموقف لما شاف إيمانهم كلمة الله بتقول آمن فقط آمن إيه يعني آمن فقط خلي عندك فعل بيطيع إنك مسداني الرب يسوع بيقول إن آمنت حتشوفي مجد الله لم يكون عندك فعل من جوة لا أنا ماشي وراك أنا مسداء وحقف معك على القبر ده وحشوفك وأنت بتتكلم عليه وأنت هتقيمه من تاني أنا مسداء فيك يا رب كل الناس اللي موجودين في عبرانين 11 كلهم ناس مشوا ضد الطيار لا تفشل كمّل هتقدم وأنا مش خايف من ضعفهم المجهول طول ما أنا شايفك شايف بالنعملنا مقبول هتقدم هتقدم أنا هتقدم هتقدم وأنا حاطة عيني عليك من تاني سدى أنك هتديني نعمة الحاجة التالتة اللي أنا بصلها لك من قلب النهاردة يا رب الديني نعمة أرجع أركز اهتمامي من تاني ديني نعمة أعرف أحط تركيزي واهتمامي من جديد أحطهم فينا في ناس كتير مننا يا أحبائي في ناس كتير مننا وما أكتر ما بنعد في ده ماشي الورى ماشي الورى الحياة المفروض بنتحرك معاه لقدام إحنا ماشيين الورى فينك أنت من خدمتك اللي كانت فينك أنت من الحرارة اللي كانت في قلبك فينك أنت لسه من الفرابية بتقولي نفسي أسمع المعجزة نفسي أشوف آية نفسي أشوف أعجوبة فين ده موجود فين ده موجود أنا بشوف آيات وعجائب على فكرة كتير وأنا برا هنا في حاجة غلط سهل في حاجة غلط في حاجة غلط ممكن عشان الناس عطشانا زيادة ممكن عشان الناس جعانا زيادة ممكن ربنا عشان بيتحنن على الغلابة دولة لكن إحنا عندنا كتير إحنا شبعانين كتير أنا بصلي النهاردة من كل قلبي ساعدني أركز اهتمامي من تاني ساعدني اللبن اللي تسفك مني إنبارح أنسى النهارة وعارف أنك أنت هتجيب لي هتجيب لي بقرة جديدة وحتحلبها من جديد وحتديني نعمة وثقة أن اللي جاي بكرة أحسن من كل اللي فات أيوة اللي جاي بكرة أحسن من كل اللي فات ده إعلان إيمان وأنا بصلي أن يكون فعل إيمان في حياتي وحياتك اللي جاي بكرة أحسن من كل اللي فات اللي جاي بكرة أحسن من كل اللي فات مش عشان هيكون عندك عربية وحتغير الشقة وحتشتري حتة في البلد افهمني صح اللي جاي بكرة ان انا هتغير ويسوع المسيح هيحل فيا اكتر ونعمته السلطان وحيكون فيا اكتر هو ده اللي امسده عن بكرة هو ده اللي انا شايف فيه بكرة عارف ليه؟ لانه بقى ثقة وإيماني في واحد تمانية 24 ساعة في اليوم عينوا علي علشان يغيرني اقولك ايه انا بقى في الاخر انا حدي نفسي البني لاله زي ده قادر انه يصنع مني حاجة جديدة اوعى تسمع لصوت الشرير وهو بيقولك انت مجرد ماضي انت ذكرى انت حدي يتحط على الرف انت قطر خير ربنا انه هو راضي انه يبص في خلقتك قل له انت كذاب وابو الكذاب ابويا لسه مهتم بيا ابويا لسه بياخدوا الطين ابويا لسه بياخد العدم يصنع منه شيء جديد وانا مصدق انه يقضى انا بحط نفسي بين ايدي من تاني انا مصدق انه حط نفسي بين ايدي من تاني يا رب ساعدنا حط اهتمام يا رب مش على اللي جرحوني ولا اللي قلموني سمعني ولا لا ما تضيعش اللي باقي من عمرك وانت بتقترب مين اللي جرحك ولسه هيجرحك بايدوي يعني ولسه هيجرحك اوعى عمرك يضيع منك لما تقف تقدم حسابك قدام السيد مش هتقدر تقول له اصله جرحني واصله نغازني واصله يقول ليك تعال اقدم الحساب اللي عليك انا اديتك وديتك 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 انا انا اسمعني انا الرب بيقول انا اكبر من حجم ألمك ومن اللي ألموك انا اكبر من حجم ألمك ومن اللي ألموك انا اكبر من حجم محنتك وخسرتك واللي راح منك انا الحي الى ابد الابدين حط ثقتك وامانك فيا من تاني وانت حتشوف خير اخر حاجة عشان نقفل يا روح الله نمي فيا نمط فكر ايماني دعنا نجيبها بلغتنا للعصرية ايجابي دعنا نجيك اكتر شخص في الوجود بيفكر تفكير ايجابي ايه الدليل؟ انا الدليل انا الدليل لما يبصلي في كل اللي انا بوضغوله كل يوم يرجع مع كل صباح جديد يقول لك ايه ولا يهمك حنبتدي من هولوجديد انا حشكلك وانا حصنعك لانه عندي صورة لازم اغيرك اليها انا حدي حساب للقاب عنك ساعدني افكر بنمط تفكير ايجابي ولما كون نمط تفكير ايجابي الاقي انه فمي بينطأ باللي انا مصدقه جوايا باللي انا حطه جوايا ساعدني يا روح الله ساعدني عشان تعيد طريقة تشكيل تفكيري علشان انا انا معاك اخلق واقعتاني انت وعدت انك امتا لما تديني قلبك انا اخلق لك واضع تاني لما تديني ايمانك وثقتك وطاعتك معايا حيخلق واقع اخر وواقع تاني مهما كانت الظروف مهما كانت الطيار مهما كانت الظلمة مهما كان اللي بيتقال لسه عند الرب في واقع اخر محتاجين ان احنا نخلقه مع بعض درب نفسك ودرب اللي حواليك اتفق مع حد تاني ما تقدرش تقلع عن الكلام السلبي الا لما افكارك في البداية تتحول من سلبية الى لسانك حصانك انصنته وانخنته هيطلع اللي جواك وش عيب له له هيطلع اللي جواك طلع اللي في دخلك ايه اللي في دخلك ايه اللي في دخلك مش لسان اللي محتاج يتغير قلبي وافكار يوم محتاجين يتغيروا وغيرهم ازاي في قناعات تغيروا عن شكلكم باي عشان تختبر ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الا الكاملة شاركتوكم من كم شهر يمكن من سنة عن بولوس الرسول رجل جميل بولوس الرسول بيقول انه في احتجاج الاول لم يقف احدنا معي الجميع تركوني وبعدين عام بولوس هتقولنا اتنيننا الدبين ونعد بقى اللي رابطهم واللي علمتهم واللي قفت جنبهم واللي اشتغلت بعرقي واللي كستهم واللي اديتهم واللي جعلت منهم رسل واللي جعلت منهم جميع تركوني لا يحسب عليهم قول معي لا يحسب عليهم لا يحسب عليهم طلع الكرة بر الملعب وعشان لا يحسب عليهم لا يحسب عليهم لكن الرب وقف معي وقواني وسينقذني الله 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 وسينقذني من كل عملنا ردي ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى ابد الابدين انا عارف ان فيه محنة جاية انا عارف ان فيه مصيبة مستخبية انا عارف ان فيه شدة جاياني بس الاله اللي انقذني مبارح هو الاله اللي لسه حينقذني بكرة ده الايمان والثقة اللي بتقول فيه فعل ايمان مختلف فيه فعل ايمان مختلف لو اختم كلمتيني الليلة واحنا وقفين قدام ربنا انا بصلي من قلبي يا رب انفخ فيي نفخة رجاء جديدة يا رب ابا ترجعك يا رب انت اله الرجاء انا ابا ترجعك املاني يا رب املاني برجع املاني برجع انت بعيتني في ارض مليانة موت مش عشان اموت مع الميتين عشان اتنبأ على الميتين يحيوا علشان اقول كلمة بسلطانك ساعدني ساعدني لان لا يطمع فيي الشيطان لاننا لا نجهل افكار وساعدني اقطع لسانه ساعدني لو معرفش اقطع لسانه اعرف اسد اوداني ما ربنا يديك نعمة اعرف تقطع لسانه ساعات ما يعرفش توصله عشان تقطع لسانه تعمل ايه سده دانك وانتسمعش اللي هو بيلهولك اسبع صوت وهمس الروح القدس جواي وقواك وهو بيقول هتقدر هتقدر لان انا فيك هتقدر وحديلك نعمة انك تقدر ارفع لك معي وانت بتقول له بشكرك لانه لسه عايز تعلمني فعل ايمان يا رب وعايز تغير في حياتي من جديد يا سيد اشتركوا في القناة